مجزو عام الانباء أهلا بكم لفت حركة حماس وجود أي مسلح في مدرسة التابعين التي تأوي النازحين في حي الدرج وذلك ردا على مزاعم الاحتلال باستهدافه المبنى المكوني من طابقين وقالت حماس في بيان إن الاحتلال يكذب مجددا ويخترق الدرائع السخيفة للاستهداف المدنيين فيما طالب خليل الحية نائب رئيس الحركة مجلس الأمن باجتماع طارئ لوقف المجازر والعدوان وآخرها مجزرته ضد النازحين في مدرسة التابعين جددت منظمة التعاون الإسلامي مطالبها بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها في قطاع غزة وظيفة الغربية فيها مندينة القدس المحتلة جاء هذا في بيان المنظمة نددت فيه بجريمة استهداف قوات الاحتلال لمدرسة التابعين التي تأوي ألاف النازحين في مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من مئة فلسطينيا وإصابة العشرات من المدنيين وقال البيان إن تلك الجريمة هي امتداد للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي طوال أكثر من عشرة أشهر في القطاع المحاصر قالت مصادر محلية إن ميليش الحوثي الإرهابية ترسل تعزيزات عسكرية تباعا لمحاصرة قرية حمد صرار بمحافظة البيضاء بتوازي مع استعدادات تقوم بها قبائل البيضاء والحدأ في دمار ومراد في مأرب لمساندة قبائل القيفة حال فجرت الميليش الوضع عسكريا ضدها المصادر أوضحة الحملة الحوثية يقودها المدعو عبدالخالق الحوثي قائد ما تسمى بالمنطقة العسكرية المركزية في مخطط للميليشيا لاقتحام القرية والتنكيل بسكانها على خلفية مواقفهم الأخيرة في رد الانتقامي تمكن مسالحون قبليون من قتل مسالح حوثي بعد أيام من قتله مواطنا أمام زوجته في محافظة أب التي تشهد انتهاكات مستمرة يرتكبها عناصر الميليش الارهابية مصادر محلية قالت عنصرا حوثيا يدعى حمد عبدالعزيز جباري قتل برصاص مسلحين قبليين في مديرية الرضمة ردا على قتله المواطن حسين أحمد المراد أثناء إسعافه لطفله وأمام زوجته مضيفة أن مسلحين من أسرة الضحية تربصوا بالمجرم الحوثي ودخلوا معه في اشتباكات مسلحة أضطنا مقتله على الفور اختتمت في شبوى بطولة الجمهورية الفردية للنخبة في لعبة الشطرنج والتي نظمها الاتحاد العام لللعبة بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة لمدة أسبوع وبمشاركة 64 لعبا من مختلف محافظات الجمهورية يذكر أن شبوى صدافة بطولة بعد توقف دام ثماني سنوات على التوالي ضمن ترتيبات للمشاركة في الأولمبيات العالمي للشطرنج المرتقب إقامته في شهر سبتمبر المقبل بدولة المجر ختم الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة